بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يصلى الله وربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يا فقه وقولي هنتكلم إن شاء الله يا تكاتنا إن شاء الله النهاردة عن الدين بداية وإحنا في العاشر الأول من ذو الحجة عاوز بس أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام من ألعبه للصالح فيها أحبه لله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجاهد في سبيل الله قالوا ولا الجاهد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسي ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء طيب النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي معاذ ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطبعا وعمما رزقناهم ينفقون إذن حاول نحرز جميعا على هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام المبارك نبدأ إن شاء الله في ديني إكس تلكشن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير علشان نعمل ديني إكس تلكشن يا جماعة لازم أن هعمل ديني إكس تلكشن يعني هطلع ديني إكس تلكشن يعني هطلع ديني إيكس تلكشن حتى يبقى الأمر لكسر السلمينبرين بعد الآن الخالية اللي في السيتو بلازم فيها بروتينات كل ده بروتينات في الخلية بعمل بروتين ريموفل ثم بيهدزالك بشيل الار ان ايه لان انا عاوز دين ايه وبعد كده احصل على دين ايه اعمل دين ايه ثم اعمل بيوريفيكيشن للدين ايه اشان احصل على دين ايه ده فيديو شفته كده على اليوتيوب الواحد بيعمل ايه بيجيب بيطلع بعمل دين ايه اكستراكشن من طماطماية لحس ان ايه بعد حولو 180 للمشكله. رامطنا sagen, هو جاب الطماية يقعد يقطع ايه الطماطماية تسرائيون. سييأتي حدث وجد فر بعد ما جاب التيوب اللي في العصارة هنشوفها كده اي شوية المية هود بتاع عصارة الطماطم اللي جاي هيجيب الايثانول وده عشان يعمل بريسيبتيشم بقى لدين ايه تحت او يعني يحول هو حط الارجانيك والايثانول الحاجات دي كلها عشان تعمل ايه تعمل طباطين زي ما هنشوف حالا كده هيعمل ده عبارة عن ايه؟ ده دلوقتي عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن السيل ممبرين والبروتينات والدين ايه وكل حاجة يعني عارف انت الخليعة النباتية كلها ده الخليعة النباتية انت اكسير او كسرها بالحاجات دي وكانت طب هيحط بقى ليه سانول هيعمل بقى ليه بقى طبقة طيب طبقة فوق ايكوس وطبقة تحت الليها الارجانيك او شوف حاولت الى طبقة فوق ايكوس وطبقة ايه اورجانيك كأن ليسانول ده خد الحاجات الارجانيك ونزل بقى تحت او كده يعني المهم لما نيجي نشوف دلوقتي هنلاقي ان الارجانيك نزل تحت والاكوس طلع فوق ودين ايه بيفضل ان هو يطلع في الاكوس تعالى بعد شوف دين ايه كده هو هنا خط لانه كتير او هيبان او شايف طالع او طالع او تو ميديا كويس في ميديا فوق اللي هي اه زى ما احنا شايفين اه كدير شوية اه تحت العقار بتاعت الاطناطمية شايفين ان في حاجة في النص ايوة اللي في النص دي بدقة تظهر كانت في النص الاول بعد كده دلوقتي بقى فين بقى تعالى هو ده فعلا شريط الدي ايه لكذا فهو دلوقتي عمل ايه عمل دين ايكس من طباطمية بكل بساطة طيب يبا اذا احنا عدنا دين ايكس تراكشن ده اما او 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 سولد طبعا اللي بنعمله في المعامل السولد لكن الارجانيك والاورجانيك ده بقى مش يعني السولد زى بناخدوه بناخد من بعض الحاجات من الارجانيك والاورجانيك ونعملها كا ان احنا في المعامل مثلا بالسلك او في اللوء اجهزة يبقى ماجنيتك تعالى نشوف الكلام ده كل وساطه ده الاول نقول كلمتين كده على الارجانيك ولا لا ارجانيك ولا ارجانيك انا اشرح السولد سريعا لكن تعالى نقول كلمتين على الارجانيك اول حاجه بقيب السلز ، ادي الخلايا السلز .. طبعا السلز eigene جماعة بس كابعونا يكون الخلية نباتية زي خلية طماطن ممكن تكون بكتيريا ، ممكن تكون فاانجاس ، ممكن تكون فيروس brains ، ممكن الضت problemas secol تشوفت مثلاً أو آخره. إذاً الخلاة ممكن تتغير وكل واحد بيبقى لوب روتوكول معين. مثلاً البكتيريا والفانغاي بيبقى يديه السلمنبرين بتاعهم قوي. فيحتاجه الإنزيمات تقسر السلمنبرين قوية. وهكذا طبعاً الكامل دا كله بيبقى هو أنت مبتعملش حاجة. هو أنت بيجي لك الكتس دي ولك الكتس دي عشان البكتيريا. كتس دي عشان الفانغاي. الكتس دي عشان الفيروس. كتس دي عشان تعمل مثلاً دي عشان للإنسان. فهو هنا جاب السيلز أين كان أن سيلز وكسرها. حاجات دي بتكسر السيلز. كسرت السيلز فتح السيل من برين فتح النيوكلم من برين. خلى كله خلطة بيصة على بعض. وعمل أسيديفيكيشن وحط شوات سولت. وبعد كده قام حاطط فينول وكلوروفورم. هما ده بقى الأورجانيك مالي الحاجات الأورجانيك. اللي بتعمل هي توب واخدة كل الأورجانيك بقى السيل دي بريس. والحاجاته بنزلت هتتفضل إيه كواس فوق. وليكواس ده بقى اللي في الحاجات اللي هي إن أورجانيك يعني. ويوم ما طلعها فوق فكده فصل اللي روات اوما الأشيدت بقى شوية الحبة اللي فوق دول وهوم حاططه هنا. طيب انا كده دول شوية ماء وفوم دي اني عاوز جده نيبس اوما عامل دي نيبريس فيتشن بالإيسانون. حط إيسانون يوم واخد دي اني ونزل به تحت كده. اي بقى هي دي الارجانيك اهي. باجيب الابر فيز هو الاكواس اللي بيع فيها دين ايه واللوار فيز اللي بيع فيها الاورجانيك بش عاوزينه اشيل الابر فيز وحطه هين او بعدين اعمل اراسة بدي ايه بالبرستيشن بالايه بالايه سانون ده ملخص الارجانيك. الان ارجانيك هي نفس الكلام بظاف ده جيب الخلايا برضو وكسرة برضو بتريس انت وصدو سال صرفيت واي ام كانت اللايسيت يعني. وبعد ما كسر السيلز اه بقى تخلطة بيسا اعمل بقى افصل بحاجة اسمها سولتنج اوت دي عملية سولتنج اوت دي عملية بحط سولت كتير مع لو بي اتش يوم يحصل ايه يوم واخد البروتينات والحاجات الارجانيك ونزل بها تحت. اوت حط اوت حط هاي سولت ولو بي اتش. هاي سولت و اه دي عملية بفصل بها دي عملية. طب الكلام ده يعني بيستخلص بقى ممكن انها في المعامل بتاعتنا بنشتغل ازاي? هل بنشتغل زي الولد اللي كانش نشتغل ده كده مسلا وانقعد نكسر ودينيكستخشب بقى لا 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 الكلام ده كلام ده العلم. ها لكن احنا بقى هنطبقوه ازاي? طبقوهما بقى بطريقة افضل شوية بسموها السوليد بقى مش ارجانك ده اسمها السوليد اللي هي التالت واحدة دي اللي هي السوليد. ده السيليكا دي هنقول لنا نتكلم عليه. تاق و هنقول كلمتين كده على الماجنيتك. الماجنيتك ديت اللي هي ايه? اللي هي شغلة فيه الاجهزة بقى نفسها اللي بتعمل دينيكستخشب. يلا نش تشوف السوليد عاملت ازاي ده. فيديو جميل جدا. شوف تمرتها ده بيعمل ايه? الفيديو ده عن دينيكستخشبي بللط. هيعمل بقت ايدينيكستخشن الخلية من خلية الجسم اللي هي الوية بيسيز يجيب عينية دم ايدتا با. بقى نبقى شغالين ايدتا بنبقى شغالين ممكن سيروم يعني عينة سيروم عينة ايدتا ممكن عينة مش عارف ايه. ففي العينة لما نيجي نعمل دينيكستخشن الهول بلط بنشتغل بعينة ايدتا. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر